صباح الخير حبايبي كيفكم طيبين؟ كثير من الشباب أول يعني سألوني فرقان كيف كروت الزواج عندكم ومن عارف مين؟ كيف النظام؟ ايش ايش يكتبوا في الورقة؟ اهو انا ذا حموريكم شايفين؟ كرت دعوة طبعا باسم الوالد هو وعائلته يعني أنا ضمنهم يعني لك خاف أنا رايح رايح المهم اهو هذا الكرت شوفوا الكرت ايش وضعه طبعا أشكال وألوان كل واحد بيتفنن في الكرت طبعا على شكل كتاب الصفحة الأولى طبعا نحن في بنغلادش ومستخدمين اللغة البنغالية والإنجليزية فالصفحة الأولى تكون على الجهة اليسار مش على اليمين مثل العرب يبدأ من اليمين لا هنا من الجهة اليسار طبعا أول شي شكات يمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بعدين جناب جنابه يعني السيد السيدة السلام عليكم ورحمة الله لا السلام عليكم ورحمة الله جايبا دي من عندي فروم كورونا موهان الله تعالى وشش رحمتي أشسي شطي جانوري يعني حفلة زواج متى في اليوم السابع من شهر يناير الفين واثين وعشرين الروج شكروبار يعني يوم الجمعة أمادر كونشتوكونا يعني بنتنا زواج بنتنا اسمها سادية سلطانة يعني اسمها سعدية سلطانة ميم الاسم الحركي تبعها ميم الاسم المستعار يعني فهمتوا كيف عندنا في بنغلاديش الاسم الأصلي يكون ثلاثمائة اسم لكن الاسم المستعار أو الاسم اللي نادوه يعني نادو الولد والبنت يكون اسم ثاني سبحان الله العقيقة يسووها على اسم وينادو في الأخير على اسم ثاني ليش لا تسألوني كذا العادة هجرت في بنغلاديش فاسم البنتيش سعدية سلطانة الاسم الحركي أو اسم النداء تبعها اسمها ميم سعدية سلطانة ميمير شهيد ديل محمد اسم العريس ديل محمد شاهبر جوشتوفترو لا 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 صاري هذا اسم أبو العريس أبو العريس اسمه ايش ديل محمد شاهبر جوشتوفترو يعني ولدو اسمه ايش هذا العريس محمد جبير أحمد الولد اسمه إيش محمد زبير أحمد إيرشوبو بيبهو نشتنل أي جنقرا هويسي يعني مجمل الكلام يوم 7 يناير تعالوا كلكم زواج بنتنا على هذا الولد الله يحييكم أكتو نشتنى أبنى رابنا ديروا في السيتي ودوا عن طريق بابك كامونا كوريسي يعني هنا بيطلب الدعاء إنو أنتم تدعوا للولد تدعوا للبنت فهمتو كيف وش الموجود هنا في الأسفل يعني أي واحد للتواصل أحد ما هو داري مثلا متى الوقت أو مثلا ما هو داري وين الموقع وين موقع الزواج وين وين خلاص يتصل على هذه الأرقام بعدا شو بيتشتة يعني من اللي عزم أو من اللي سوى الشيء هذا من اللي يعني الدعوة من طرف مين الدعوة من طرف عبداللطيف خوكنا هذا عمنا وصلمة أكتر هذي حرمته يعني هذي عمتي سبحان الله مرتب الشغل يعني حتى هنا في الاستقبال يكون مكتوب من اللي يستقبلكم عند البوابة يستقبلن عند البوابة أنا أقول منذ شغل ثلاثة أشخاص هين إش مكتوب آسفين والله شباب الحلق عندي رايح من البرد جادر جنو شو بواي جن يعني نحنا الحفلة هذي بنسويها لمن اسم البنت اللي هي العروسة سعدية سلطة اسم أبوها عبداللطيف خوكون عمي ماتا يعني الأم سلمة أكتر عمتي ثيك أنا باري مدرمين دوكين كان داكا مولاتك دوكين كان داكا هذي عنوانهم جنبنا يعني طبعا في العاصمة داكا بور بورش يعني شوفو عندنا كوني كوني يعني العروسة بالبنغالي سموها العروسة كوني أما بالبنغالي العريسش نسمي نحنا بور محمد جبير أحمد فتا يعني الأب دل محمد أمه اسمه إش سايمة أكتر صايمة عنوانهم قانجولي لين كوتوالي داكا هذي عنوانهم أيوه دحين متى العرس ومتى التاريخ وين الموقع وفين وفين ستان شاشيل فارتي سندر يعني هنا موقع القصر قصر الأفراح إن شاء الله نوريكم بإذن الله ذاك اليوم يوم سبع نائر